موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة من العاصمة البريطانية لندن وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود يعتقد بن يمين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن علاقته السرية ببعض الحكام الخليجيين وعلاقته المعلنة مع بعض الحكام العرب والدعم الذي يلقاه منهم فيما يقوم به من جرائم تجاه الشعب الفلسطيني وضد مقدسات المسلمين وعلى رأسها المسجد الأقصى تشكل حصانة تتيح له أن يمارس ما يريد من اعتداءات وجرائم دون محاسبة أو اعتراض أو رفض متناسيا أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم معظم هؤلاء الحكام المتواطئين معه لا يمثلون مرجعية لهم في شيء وهذا الكلام قاله له كثير من المحللين والكتاب الإسرائيليين وحتى القادة الأمنيين طوال الأيام الماضية حيث حذروه من أن صلفه وغروره وعناده يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لإسرائيل لا نهاية لها وفي حلقة اليوم نحاول فهم أبعاد ما يجري وأهداف نيتنياهو الحقيقية من وراء مخططاته للهيمنة على المسجد الأقصى ومدينة القدس القديمة في حوار مع شخصيتين تعيشان هم القدس والأقصى وفلسطين أحدهما في فلسطين المحتلة والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين والآخر في أوروبا هو البروفيسور كامل الحواش الرئيس السابق للجمعية الأوروبية للتعليم الهندسي وأستاذ الهندسة المدنية في جامعة برمنجهام نائب رئيس المجلس البريطاني الفلسطيني للسياسات وعضو اللجنة التنفيذية لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا وأحد أبرز الناشطين في حملة مقاطعة إسرائيل في الغرب أرحب بك شيخ رائد من الناصرة وأهلا بك يا دكتور هنا من لندن وأبدأ بالشيخ رائد بالتعرف على الأبعاد والأهداف الحقيقية لما يقوم به نيتنياهو من محاولة السيطرة الكاملة على الأقصى والقدس القديمة بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحييك أستاذ أحمد وأحيي الضيف الكريم واسمح لي بداية أن أقدم تحية خالصة إلى المرابطين والمرابطات على أبواب المسجد الأقصى المبارك على مضار أسبوعين كاملين اسمح لي أن أؤكد أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يمن بالحرية لأسرانا وأسيراتنا ثم حول سؤالك ألهام جدا وهو مفتاح حام لهذه الحلقة وفق قناعة الذي ألاحظه أن نيتنياهو والحاشية التي تدور من حوله من وزراء مختلفين بدأوا الآن يتعاملون مع المسجد الأقصى المبارك على أنه في حساباتهم ما يسمونه هارهابايت أي جبل الهيكل كأنهم شطبوا من حساباتهم شيء اسمه المسجد الأقصى المبارك كأنهم هدموا الاسم الاعتباري للمسجد الأقصى المبارك بدأوا يتصرفون كأنهم أصحاب السيادي المطلقة الوحيدة في المسجد الأقصى المبارك كأنه لا يوجد هناك أي سيادي أردني أو فلسطيني أو دور مؤثر في البعد الإسلامي والعربي مناصرة للمسجد الأقصى المبارك ولأهل المسجد الأقصى المبارك ولذلك ملخص حديثي أقول كالتالي الآن نتنياهو وحاشيته بدأوا يتصرفون كأن لهم الحق الكامل أن يدخلوا المسجد الأقصى خلال أيام الأسبوع بدأ لهم الحق الكامل أن يقدموا صلواتهم التلمودية في كل المسجد الأقصى المبارك وكأننا نحن أصبحنا المحتلين الغرباء في حساباتهم في المسجد الأقصى المبارك دكتور فهم مفتاح هذه التصرفات التي يقوم بها نتنياهو الآن كيف تنظرون إليه إضافة إلى ما قاله الشقراء أولا نسمح لي أيضا كمقدسي بالذات أن أحيي أهلنا في القدس على مرابطتهم ودفاعهم عن المسجد الأقصى فللأسف 300 ألف مقدسي مع إخواننا أيضا في الداخل الذين يستطيعون الرصول إلى المسجد الأقصى هم من يدافعون عن الأقصى بالنيابة عن البليون و600 مليون مسلم الذين تحدثت عنهم أستاذ أحمد وأشكرك على الاستضافة أنا عندي هنا جاءني من المشاهدين ما يزيد على 150 سؤالا ولكن هناك واحد من أهل الداخل من أهل فلسطين المحتلة اسمه سليمان الحكيم يقول لماذا كل العرب يذكرون أن أهل القدس فقط هم الذين يرابطون في القدس ويدافعون على الأقصى وينسوننا نحن أهل الناصرة وأم الفحم وحيفة وعكة والمسلس وبئر السبع الأشاب وغيرها من هؤلاء الذين يحيون وبالعكس العب عليهم هو الوصول إلى الأقصى بعضهم يبدو وصل ورابط ويقيم هنا بالضبط هناك يجدون السبل للوصول لأن هذا موضوع هام جدا لهم أعتقد أن ما حصل أن نتنياهو ذهب إلى النوم يوم الجمعة يوم ما حصلت العملية واستيقظ صباح الجمعة وقال إما أن العالم قد هب لنصرة الأقصى والهاتف لن يتوقف من كل من يريد أن يتدخل ليضغط علينا لفتح الأقصى أو أن سنرى ثمار ما فعلناه على مدى السنوات الماضية من تطوير هذه العلاقات السرية مع بعض الدول العربية فاستيقظ ووجد أنه لم تكن هناك من خارج فلسطين الهبة التي كانت ستوقفه عند حده فأعطته المجال بأن أولا يبقيه مولقا فترة أطول وأن يبدأ في تغيير معالم في الواقع خارج المسجد الأقصى وما لا نعلمه هو ما حصل داخل المسجد الأقصى نفسه إلا نشوفنا على الأقل أنهم كسروا جميع الأقفال وفتحوا كل الدروج ولا ندري ما حصل للمخطوطات وغيرها فأعتقد هذا ما حصل أولا وهو يعني بالنهاية نتنياهو حريص جدا على منصبه ويريد أن يعاد انتخابه عندما تأتي الفرصة في الانتخابات يعني ما يجري الآن هو جزء من مراهنات نتنياهو على الانتخابات كما وصفت الصحف الإسرائيلية قالت أن المنافسة التي بينه وبين وزير التعليم تدفعه إلى أن يكون عمي البصر عن عواقب ما يقوم به وهو يريد أن يظهر أنه بهذه التصرفات هو الأولى بأن يكون رئيس الحكومة القادمة وكان فعلا من الغريب أنه لم يسمع إلى المؤسسة الأمنية التي قالت له أن لا يقوم بإجراءات قد تثير الشارع المقدسي الشارع الفلسطيني سمع فقط لمجموعة صغيرة حوله وهي المجموعة المتطرفة نعود لأن هذا نتكلم يعني مع أن كل الحكومات الإسرائيلية ليست معنية بالسلام وغيره إلا أن هذه الحكومة الحالية الكل يريد أن يكون متطرفا أكثر ويمينيا أكثر يريد بناء مستوطنات أكثر يريد الاتجاه العام هو لإنهاء القضية ولكن أيضا بعضهم البعد الديني يدفعه لأن ينظر هل هذه الفرصة السانحة فعلا لوضع اليد على المسجد الأقصى كليا فنحن يجب أن لا ننسى ليس أن دوليا المسجد الأقصى القدس القديمة والقدس الشرقية كلها أرض محتلة بطريقة غير شرعية غير قانونية حتى اليونسكو عن فترة قريبة ذكرت العالم بذلك مما أثار سخط نتنياهو وغيره هناك تصرف قامت به إسرائيل مع كليكما بسلوكين مختلفين شيخ رأيت طبعا إسرائيل تقوم بأشياء كثيرة ضدك ولكن وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور لبرمان دعا إلى اعتقالك وطالب وزير المواصلات والاستخبارات بإسرائيل كاتس إلى طردك من إسرائيل وقال في تغريدة نشرت له يوم الأحد الماضي اللي قد احتكته إلى 15 عاما حتى استطيع إخراج رائد صلاح عن القانون والمهمة القادمة هي طرده خارج إسرائيل أنت يا دكتور حواش منعت من الدخول إلى فلسطين عادوك الإسرائيليين من المطار إلى برمنجهان مرة أخرى رغم أنك تحمل جواز بريطاني وأنت مقدسي الأصل ابن القدس فما الذي تخططه إسرائيل شيخ رأيت في ظل أيضا تسريبات أن كانت هناك محاولة لرصد تحركاتك ومحاولة اغتيال الآن يبدو أن كل من يدافع عن القضية في الداخل والخارج أصبح مرصودا من الإسرائيليين ما هي آخر المستجدات في هذا الأمر بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أنا شخصيا أصبحت كغيري من الكيادات في الداخل الفلسطيني الذين يصنع حولنا جو من التحريد الدموي الذي قد يجر إلى محاولة قتلنا وإهضار دمائنا وما تفضلت به من تصريحات هي عينة بسيطة مما يجري الآن في الواقع الإسرائيلي ما تفضلت به هو الذي دفع إلى سلوكيات كادت أن تصل إلى بيتي وتؤذيني مباشرة في داخل بيتي من كبل بعض المتدينين المستوطنين الإسرائيليين ولذلك وجدت نفسي مضطرا أن أؤكد في إحدى تغريداتي التي جعلتها تحت عنوان دمي في ركبة ليبرمن وكاتس وقلند لأن كل هؤلاء وغيرهم أصبحوا جوكة باتت تستبيح التحريد علينا صباح مساء والتحريد على شعبنا الفلسطيني المرابط الآن في المسجد الأقصى المبارك دعني أقول جملي هذا بعد شخصي أنا شخصيا لا أحسب حساب لهذا البعد الشخصي أجلي بيد الله الله العظيم هو الذي يحدد أجلي ولكن الخطير من وراء كل ذلك أن الخطاب الإسرائيلي الآن يحاول أن يجرم كل ثوابتنا المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك بمعنى أن الذي يقول الآن الأقصى في خطر أصبح يجرم إسرائيليا ويحاكم الذي يقول الآن أن الأقصى محتل أصبح الآن في خطر أن يجرم ويحاكم ويطارد أخشى ما أخشى أن نصل إلى مرحلة من يستخدم كلمة مسجد أقصى بدل كلمة هيكل أن يجرم في ذلك القراءة تشير إلى ذلك نحن في مرحلة مصيرية تحتاج إلى صبر ويقين دكتور كيف ترصدون هذا الأمر وصل الآن إلى خطورة تجريم من يذكر المسجد الأقصى وإسرائيل قامت خلال الأيام الماضية بتعديل 90 تشريع ضد الفلسطينيين في فلسطين محتلة 48 بما يهدد الوجود الفلسطيني في هذه الأرض وبما يجرم ما يمكن أن يقوم به أي فلسطيني من خلال هذه التشريعات التي تعدلها إسرائيل نعم بالنسبة للمسجد الأقصى أنا تابعت الصحف الإسرائيلية من يوم 14-7 بالتحديد ووجدت أن في الواقع أغلب هذه الصحف حتى هارتس التي مفروض أنها منفتحة أكتر صاروا لا يذكرون كلمة الحرم الشريف أو المسجد الأقصى كانوا يذكروها قبل ذلك كانوا بالماضي يقولون مثلا جبل الهيكل وما يسميه المسلمون المسجد الأقصى ولكن لاحظت أن ما يسميه المسلمين اتمسعت يعني تقريبا مما تابعته خلال إلا إذا حتى كانوا من المضحك أنه مثلا عندما يتكلمون عن دور الأردن يتكلمون عن دور الأردن في جبل الهيكل يعني شوف كيف ما يستعمل ليست الإشارة إلى المسجد الأقصى هذا يعني بالنسبة لتهويد اللغة وتهويد الأماكن هذه سياسة إسرائيلية يعني أنا أيضا كنت ألاحظ عندما كنت أزور القدس في الماضي أن مثلا يافطات الطرق إشارات الطرق الأسماء في فلسطين والداخل المحتل وغيرها يضعون ثلاث لغات اللغة الأولى هي العبرية ثم العربية ثم الإنجليزية وما ابتدأوا يفعلوه هو أن يسموا باللغة العربية أو النطق الكلمة المستعملة أو الاسم المستعمل لمكام لغة العربية يكون للعبري يعني بدلا ما مثلا يكتبوه بالعبرية بس بالعربي مثلا يعني القدس الإسم العبري بالعربي القدس تكتب أورشليم مثلا هذه من الحاجات اللي ابتدأوا أن يعملوها وطبعا أي أماكن جديدة يسمونها فقط بالعبري وإذا أردتوا يترجم للعربي حتى يكبر أطفالنا في فلسطين وهم يسمعون ولا يعرفون إلا الإسم العبري للأماكن هذا غير نهجهم في المدارس الذي يضغطون لتغيير المناهج حتى يتم التغني بإسرائيل كدولة ديمقراطية وأن القدس عاصمة إسرائيل الموحدة هذا ما يعلنوه دائما بأن القدس هي العاصمة الأبدية حتى اليوم في ردهم على الأتراك قالوا هذا الكلام أن القدس هي عاصمة العاصمة الأبدية شيخ رائد هل هناك مخطط لتفريغ فلسطين المحتلة 48 من كل الكوادر والقيادات والشخصيات وربما إصدار تشريع بتردكم خارج إسرائيل ترحلكم إلى أي دولة كما حدث من قبل إسرائيل رحلت إلى لبنان وإلى غيرها وعملت هل في الأفق ترون مؤامرة أو مخطط لهذا الأمر؟ مخطط ترحيل فلسطيني الداخل لم يتوقف في يوم من الأيام لازلنا هناك نصطدم بقراء تؤكد أن خطر ترحيلنا لا يزال قائما حتى الآن أنا لا زلت أذكر عندما كنت سجينا ما بين عامي 2003 و2005 وكان متاح لنا أن نشاهد التلفاز كان هناك حوار لبعض الاستراتيجيين الإسرائيليين في قناة عبري قال أحدهم يجب علينا أن نستثمر أكرب حدث كبير كي نمرر مخطط ترحيل فلسطيني الثماني وأربعين إذن هو موجود في عقلية الاستراتيجيين أنا لا زلت أذكر قبل سنوات قليلة عندما كشف عن وثيقة مفادها كيف يجب أن يتم نقل كل الفلسطينيين الذين يسكنون في المدن الساحلي تحديدا عكة وحيفة ويافة واللد والرملي إلى أقرب مواقع فلسطينية جغرافيا ثم تم خطف تلك الوفيقة وتم التنكر لها كأن شيء لم يكن حتى الآن لازمنا نستمع إلى تصريحات لبيرمن الذي يدعو إلى الترحيل حتى الآن لازمنا نسمع عن مصطلحات التعديل الحدودي أو التبادل السكاني الذي لا نتيج له إلا عملية شرعنة ترحيل قطاع كبير مننا نحن في الداخل الفلسطيني وإذا تم ترحيل كسم هذا يعني فتح الباب لترحيل البقي الباقية من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني هذا مخطط مع شديد الأسف لا يزال قائما طبعا نحن ردنا الوحيد كلنا ولازمنا نقول نحن باكون في أرضنا نعيش عليها سعداء أو أن ندفن فيها شهداء لن نسمح لمشهد ترحيل آخر أن يعود كما كان في بدايات نكبة فلسطين دكتور في المقابل سمحت لي بس بالأمس حتى وحض الوزراء الإسرائيلي وأعتذر لا أذكر اسمه هدد الفلسطينيين بنكبة ثالثة فنحن نتكلم عن أبعد حتى من الفلسطيني الداخل يعني عموما أنه في الثمانية وأربعين كانت النكبة الأولى وما سميه النكسة بالسبعة وستين رح للآخرون ولكن أحذركم أن النكبة الثالثة قادمة إذا استمريتم في نهجكم في مقابل مخطط التهجير لمن في الداخل هناك أيضا مخطط وتشريعات لمنع من في الخارج من العودة ممن كانوا يعودون أو لهم حق العودة للزيارة وليس حتى حق العودة الدائم مثلك على سبيل المثال الآن أصبحت إسرائيل تصدر قوائم لكل من يعاديها لم تمنع وحدك منع رئيس المجلس وهو بريطاني رئيس حمل التضامن مع فلسطين حمل التضامن مع فلسطين بريطاني ويهودي هناك أيضا مسؤول يهودي شارك معي في حلقة هنا أيضا في عملية المقاطعة منع أيضا من أن يذهب إلى إسرائيل فإسرائيل أصبحت تصدر قوائم تجرم فيها كل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين الذين يمكن أن يتعاطفوا معهم هناك والأسف الشديد العالم كله ينصت إلى ما تصدره إسرائيل من قوائم نعم يعني حتى قبل يومين في الواقع في مؤسسة متضامن مع الفلسطينيين تسمى Jewish Voice for Peace صوت اليهود للسلام وهي متضامن مع الفلسطينيين وتؤيد المقاطعة كانت من ضمن عدة مؤسسات أرسلت وفدا إلى فلسطين وإسرائيل من أمريكا وهو وفد ديني من جميع الأطياف مسيحيين ومسلمين ويهود وتخيل يعني الناس نقول فلسطينيين إحدى مشاكل مع إسرائيل رسميا أن لا نعرف أين حدودها للآن لا تقول أين حدودها تخيل أن هؤلاء منع ثلاثة من الصعود للطائرة في أمريكا يعني في واشنطن في واشنطن منعوا من أنهم يسعدوا إلى الطائرة المتجهة إلى فلسطين فامتدت حدود إسرائيل الآن إلى أي مكان تريد ترسل قائمة لأي خطوط طيران تقول هؤلاء ممنوعون من القدوم فيمنعوا حتى من كما حصل معي الذهاب ويعيدون من المطار يعني يعني تخيل أي دولة أخرى فعلا يعني أي دولة أخرى تستطيع أن تفعل هذا أن تتدخل حتى في يعني دوائر الهجرة يعني ولكن أيضا المشكلة فعلا في الدول التي تسمح لها بأن تفعل هذا مثلا أنا لما أعدت من مطار الليد في شهر أربعة الترسلنا حتى تصلنا بالسفارة البريطانية في تن أبيب وقتها يعني من المطار وقلت لهم سيعود رفضوا أن يدخلوني مع أني أنا مواطن بريطاني وليست هذه أول مرة أقدم فيها قالوا هذه دولة ذات سيادة ومسموح لها أن تفعل ما تشاء ولكن ما يغيب عنهم أنه حتى لو تقبلنا أن لها سيادة كما قلت لا نعرف ما هي حدودها ليس لها سيادة عن المناطق المحتلة رسميا ومعترف بها دوليا كمحتلة كالقدس الشرقية وليس لي أو لأي شخص آخر إمكانية الذهاب إلى فلسطين أي منطقة فيها بدون الدخول عبر معبر إسرائيل إن كان من الجسر الألمبي جسر الملك حسين من طريق الأردن أو عن طريق تل أبيب وبعد ما أنا أدت حتى أعادوا أخ فلسطيني من تشيلي كان رئيس التجمع الفلسطيني في تشيلي أعادوه من فتخيل أنها تفعل ذلك وفي الواقع حتى قبل أن أمنع أنا من الدخول ويمنع زميله يولانينغ قبل سنوات منعوا شخصيتين يهوديتين مرموقتين عالميا نورم تشومبسكي ممنوع من الدخول ونورمان فيلكنستين هو ضد المقاطعة أيضا ممنوع من الدخول ولكن تخيل أنا ضد هناك بلا حدود لأكثر من مرة نعم بس تخيل أن يوم الأحد منعوا حخامة إذا كان الوصف الصحيح بالعربي حخام يهودية من الذهاب إلى إسرائيل والمفارقة طبعا أنهم يقولون أن أي يهودي له حق العودة إلى إسرائيل وهذا قانون عنصري لأنهم لا يعطون حق العودة للفلسطينيين الذين هجروا بالإرهاب الشيخ رائد هناك شيء أقلق إسرائيل إلى حد كبير ولكنه أثلج صدور الفلسطينيين وربما جميع المسلمين هو الحراك الشبابي العفوي الذي حدث في القدس حتى أن الشيخ أكريمة صبري في تصريحات له قال أن حشود الشباب لا سيما في صلاتي المغرب والعشاء كان مفاجأة له هؤلاء الشباب في العشرينيات وما دونها وكثير منهم ربما لم يكونوا متعودين أن يذهبوا هؤلاء الآن الذين يتصدون بصدورهم للرصاص الإسرائيلي لحماية الأقصى هل كنتم تتوقعون أن نسبة الشباب في العقدين الثاني والثالث والتي تمثل ما يقرب من 90% من المرابطين حول الأقصى يمكن أن تهب دون أن تحركهم أحزاب أو جماعات وإنما هم من عموم الشباب الفلسطينيين دعني أقول الجواب له شكين الشك الأول ماذا كان يتوقع الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي كان يظن واهما أنه نجح بتفكيك المجتمع المقدسي الذي يعتبر الحاضن الأولى للمسجد الأقصى المبارك خط الدفاع الأول كجزء أساس في المجتمع الفلسطيني وفي مسيرة الدور الإسلامي والعربي المنتظر ظن الاحتلال الإسرائيلي أنه فكك هذه الحاضن الأولى فجاءت الأحداث كما تفضلت حضرتك وكانت صدمي للاحتلال الإسرائيلي بحمد الله رب العالمين طبعا في المقابل الشق الثاني للسؤال هذا أنا شخصيا وغيري كنا على يقين أن هذا الحراك لا يمكن أن يموت قد يقاوم قد يكون منه جرحة قد يكون منه المعتقلون قد يكون منه الشهداء لن يموت إطلاقا لذلك عندما تم المس بشكل صارخ مؤذي بالمسجد الأقصى المبارك تحرك الضمير الضمير المقدسي وأنا عندما أقول الضمير المقدسي لا أقصد الأهل في الكدس فقط أقصد كل المناخ الذي يحيط بالكدس وأكناف الكدس المبارك بما في ذلك الأهل في داخل الفلسطين الثماني وأربعين تحركت كل الضمائر رجالا ونساء وأصبح الكل على استعداد أن يعيش أربعة وعشرين ساعة على أبواب المسجد الأقصى المبارك أسبوعان مضي على هذا الرباط في المسجد الأقصى المبارك أسبوعان من التضامن التلاحم الكرم الأخوة أسبوعان من الشعور الواحد الذي يسطر الآن الموقف الكريم الذي رفع رأسنا جميعا وفي نفس الوقت سطر عن عورة الكثير مننا على الصعيد الإسلامي العربي أنا كنت أتوقع ذلك لازلت أتوقع ذلك سيبقى ذلك لماذا دعني أقول باختصار وهو مهم جدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأننا في هذا الموقف عندما قال لنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله قالوا أينهم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس دكتور الأمر تجاوز حدود الإسلاميين أو المصليين أو يعني المتدينين وأصبحت هناك وحدة فلسطينية غير مسبوقة المسيحيون استفوا فيها إلى جوار المسلمين دفاعا عن المسجد الأقصى خرج الناس بكل ملالهم ونحلهم وطوائفهم وانتماءاتهم وعدم انتماءاتهم وكما وصفت الصحف الإسرائيلية الأمر أن ربما هذا أول توحد يرى منذ عقود للصف الفلسطيني والهبة دفاعا عن الأقصى رغم الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك لم يشاهد الإسرائيليون ولم يشاهد هذا التوحد في الصف الفلسطيني للدفاع عن الأقصى ما قرأتك وتفسيرك للأمر والله يا أستاذ أحمد المشكلة أن أغلب العرب والمسلمين لم يذهبوا إلى القدس لو ذهبوا إلى القدس ونظروا مثلا من جبل الزيتون أغلب المراسلين يصورون المسجد الأقصى من جبل الزيتون من بلدة الطور كل ما أنزل كنت إلى فلسطين وإلى القدس وأول مرة أرى قبة الصخرة والله أدمع لأن المشهد له تأثير روحي وتاريخي وأيضا هو من هوية الفلسطيني هذه نقطة مهمة جدا أتمنى أن يستطيع كل مسلم وكل عربي وكل مسيح أن يصل إلى القدس ليرى هذه المدينة التي برأيه أجمل مدينة في العالم يتكلمون عن باريس ولندن والناس تريد أن تستطيع لها طابع لا أجده في أي بلد آخر ومدينة أخرى هذا أولا ثانيا ما يعني ما تعني هذه المدينة لأهلها وما تعني للفلسطينيين شيء لا يلمسه بنفس القوة غير الفلسطيني مع احترامي للجميع وتقديري لنظرتهم لهذه المدينة فعندما أحس الفلسطينيون أن هذا الجزء الهام من هويتهم وهم مسيحيون ومسلمون أحسوا أن هذا الجزء الهام من هويتهم يهان ويتم الاعتداء عليه ويتم تهويده هذا ما تفعله في الوقت الحاضر الإسرائيل هبوا واتحدوا بدون أي يعني إشارة للانتمائهم السياسي أو الديني وما نتمناه هو أن يترجم هذا إلى وحدة فلسطينية حقيقية بين القوى السياسية في فلسطين فهما هم الفلسطينيون يقودون القيادة في القدس وغير يقودون القيادة بدلا أن تقودهم القيادة إلى الدفاع عن الأقصى شيخ رائد الشباك تحدث في تقرير بثته القناة الثانية الإسرائيلية أمس عن أربع سيناريوهات مرعبة لما يمكن أن يحدث لإسرائيل إذا استمر هذا الحراك في الدفاع عن الأقصى الأول هو اندلاع انتفاضة جديدة الثاني هو أن تشارك حركة فتح بمسلحيها في الضفة الغربية في هذه الانتفاضة وهذا يمكن أن يقلب كل المعادلات لإسرائيل الثالث هو أن تتورط إسرائيل في حرب مع حزب الله في الشمال والرابع هو أن تنجح تركيا في تشكيل تحالف عربي إسلامي يضم الدول الإسلامية الكبرى مثل اندونيسيا مثل ماليزيا مثل الدول التي في إفريقيا والجزائر والمغرب وكل هذه الدول وفعلا يكون هناك تحالف حقيقي يضغط على إسرائيل دوليا ولذلك النهاردة خرج المتحدث الإسرائيلي وقال لقد انتهت الخلافة العثمانية ولن يعود التاريخ إلى الوراء ما هو السيناريو الأكثر من خلال وجودك بالقرب من الأحداث ما هو السيناريو الأكثر أو الأقرب للحدوث من هذه السيناريوهات الأربعة التي تحدث عنها الشباك الإسرائيلي أقول كالتالي ما أرى بعيني أن الإرادة الفلسطينية التي تجاوزت حدود الفصائل الفلسطينية الآن هي تشكل إرادة جماعية تؤكد ثوابتنا الإسلامي العروبي الفلسطيني المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى المباركين تؤكد أن الوجود الإسرائيلي وجود احتلال باطل بلا سيادي بلا شرعي ولذلك هو إلى زوال هذه المعادلة التي تحافظ عليها الإرادة الفلسطينية هي تحافظ على شيء أساس مهم جدا وهو الحفاظ على معادلة رفض وجود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك هي تحافظ على معادلة الدعوة إلى إزالة الوجود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ماذا يعني ذلك هذا يعني خطاب دائم على الصعيد الإسلامي والعربي أن تحركوا أيها المسلمون تحركوا أيها العرب أين أنتم أيها الحكام أين أنتم أيها العلماء أين أنتم أيها الشعوب هذا الدور الكبير بهذه الأبعاد الذي تؤدي الإرادة الفلسطينية لن يموت في يوم من الأيام أنا أؤكد لك أجزم لك لو اعتكل مننا عشرات الآلاف لو كان الشهداء بالآلاف لو كان الجرحة بعشرات الآلاف هذا الدور الذي شرحته أنا بكل بساطة لن يموت سيبقى إلى ما شاء الله تعالى الآن ما مردوده في المستقبل التوقعات التي وضعتها أجهزة المخابرات الإسرائيلية لا شك أنها وضعت احتمالات تنبع من استمرار هذا الدور الفلسطيني أنا الذي أراه في المدى القريب أو البعيد سيان أنا الذي أراه شيء أساس جدا أن الحكام ليست هي من يعول عليه الآن في الوقت الراهن الشعوب التي يربطها مع المسجد الأقصى المبارك رباط عقائدي إرث تاريخي حضاري إرادة أمة كفيلي أن تحسم المعرك في الأيام القادمة لصالح الكدس والمسجد الأقصى المباركين بإذن الله تعالى نقطة الشعوب التي أشار إليها الشيخ رائد صلاح أشار لها كثير من المحللين الإسرائيليين منهم المحلل الرئيسي لصحيفة معاريف بن كاسبيت وصف أداء نتنياهو بأنه هزيمة الغدرصة والاستعلاء ونشوة القوة وقال لقد سمحنا للفلسطينيين وللعالم الإسلامي أن يجرنا إلى أزقة لا توجد منها مخارج معقولة النقطة الأساسية أن حتى الآن الشعوب العربية والإسلامية لم تتحرك بالقدر والكيفية والقوة التي ينبغي أن تتحرك بها لنصرة الأقصى الذي تريد إسرائيل أن تفرض هيمنتها عليه نحن أولاد اليوم فليتحركوا يعني إذا أردنا أن نذهب إلى الأمس وقبل الأمس هذه أيام مرت ننظر لهم كفلسطينيين ننظر لهم كإخوة أشقاء عرب ومسلمين أن يفكروا أولا لو أنتم كنتم تحت هذا الاحتلال البغيد ألا تطلبوا من الفلسطينيين أن يساندوكم ألا تطلبوا نساؤكم كما تطالب المرابطات يستغيثون بإخوتهم وأخواتهم المسلمين لمساندتهم ما زلنا في الأزمة وأعتقد أنه من الواضح أن ما سيحصل على المدى القصير هو أنه كل ليلة سيكون هناك سيخرج المقدسيون ليصلوا في شوارع القدس في أقرب نقاط إلى المسجد الأقصى وتستمر إسرائيل بتعنتها بعدم إزالة ما قامت به لغاية يوم الجمعة الكاميرات الزكية يقال أنها ربما أسوأ من البوابات لأنها تكشف حتى ما في دخل الناس كأنهم عراية يعني هم لسه ما ركبوا لأنهم تكلموا عن مشروع يأخذ ستة أشهر أعتقد أنهم لم يركبوا هذه الكاميرات الذكية لكن خلاص بدأوا هدموا وركبوا أعمدة هم يعيثون فسادا نعلم وأغلب الأبواب لداخل الأقصى مغلقة ولكن أعتقد ما سيحصل هنا كل ليلة سيكون هناك حجد فلسطيني في القدس هذه على فكرة مقاومة سلمية عن طريق الصلاة أعتقد أن العالم الغربي اندهش منها يعني هم أنواع المقاومة مختلفة وهم عندهم مشاكل مع بعض أنواع المقامة ولكن أن يخرج الآلاف ليصلوا في الشوارع وكل ليلة تضطهدهم إسرائيل ليطلقون عليهم القنابل الصوتية والغاز والأعير المطاطية وحتى الرصاص الحي هذه يعني أعطت للغرب صورة عن الفلسطينيين يمكن كانوا يعني استمعوا إلى الرواية الإسرائيلية بأن كل الفلسطينيين إرهابين أعتقد سيكون حد الفصل نعود لحكاية الشعوب أن يوم الجمعة جمعة سيكون كل جمعة إذا استمرت هذه الأزمة هذه الطريقة سيكون هناك حجد أكبر عدد أكبر من الفلسطينيين سيحاولون الوصول إلى وإسرائيل ستقمعهم يعني أعتقد هم يقمعون المصلين لصلاة المغرب والعشاء حتى لا يحضر أحد ولكن في الواقع كلما قمعوا ازداد الحضور شيخ رائد ما هي مطالب أهل القدس وأهل فلسطين الآن بالنسبة للأقصى من الإسرائيليين حتى تنتهي هذه الأزمة التي بعض الصحفيين الإسرائيليين يقولون أنها ستفتح أبواب الجحيم ليس على إسرائيل وحدها وإنما حتى على الحكام العرب المتواطئين معها هذا ما نشر فيها أردس في افتتاحية 13 يوليو السؤال مهم جدا ودعني أقول لماذا سلفا أقول حول هذا السؤال المهم سلفا أقول أنا أحذر بكلمات هادئة وصريحة جدا أن نستدرج إلى مخطط احتلال إسرائيلي بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يريد أن يجرنا إلى دائرة نتعامل فيها كأنه أصبح هناك تسليم بوجود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى أو كأنه أصبح هناك على الأقل سكوت عن وجود الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وكأن هناك السؤال الآن هل نسمح لهذا المسكوت عنه أن يضع أبواب إلكترونية أم لا هل نسمح له أن يضع كاميرات ذكية أم لا هذه لعب خطيري جدا هذه لعب خطيري جدا يجب أن لا نستدرج لها يجب أن أحذر وأقول بكل صراحة يجب أن نتعامل مع الموقف من الأساس الجذري لهذا الموقف وهو كالتالي ما دام المسجد الأقصى محتلا فهو في خطر الذي يحتل المسجد الأقصى هو الاحتلال الإسرائيلي حتى يزول هذا الخطر لا بد أن يزول الاحتلال الإسرائيلي عندما نطالب بإزالة بوابات عندما نطالب بإزالة كاميرات ذكية هاي مقدمة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاستراتيجية المطلوبة التي لا يجوز أن نتنازل عنها في يوم من الأيام والتي يجب أن توجه سلوكنا حتى نفرح حقيقة بزوال الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأسئلة التي جاءتني من المشاهدين من المغرب من الجزائر من دول عربية مختلفة يقولون ما الذي نستطيع أن نفعله من أجل الأقصى غير الدعاء وحكومتنا تمنعنا من الخروج ومن التظاهر والآن من يتعاطف مع الفلسطينيين أصبح إرهابي فضل يا شيخ رائد السؤال لي نعم شكرا أيضا أنا أشكر على هذا السؤال فعلا هو لعله من زبدة هذا الحوار الرائع الموضوعي جدا دعني أنا أقول كالتالي أولا أنا أتمنى من الأنظمة التي كنا نظن أنه سيكون لها دور إيجابي أتمنى عليها أن لا يكون لها دور سلبي في هذه الأيام وإن لم يكن لهم ضوء سلبي فهذا شيء مهم جدا من نسبه لنا أنا أقولها بكل ألم إن إصرار البعض على مواصلة التطبيع مع المشروع الصهيوني مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة اعتداءاته على المسجد الأقصى هذا يؤدي إلى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك لذلك أنا أقول لنذهب إلى الشعوب الذي أتمنى على الشعوب أضع عنوين أولا نحن بحاج إلى حراك شعبي بالقدر المستطاع على الصعيد الإسلامي العربي يؤكد في خطابه أن الصراع على الكدس والمسجد الأقصى المباركين ليس مع الشعب الفلسطيني فقط بل مع كل مسلم وعربي في العالم وهذه هي الأساس المطلوب الآن من الشعوب الشيء الثاني الذي نتمنى على الشعوب بإذن الله رب العالمين هو أن تجتهد بكل ما تملك من أدوات إعلامية بمنابرها المختلفة أن تواصل معنا فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ليعلم كل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب أن الذي يجب أن يحارب الإرهاب في العالم يجب أن يبدأ أولا من محاربة الاحتلال الإسرائيلي ومركز هذا الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه إصراره على احتلال المسجد الأقصى المبارك ثالثا الذين تمنى من الشعوب أيضا بالقدر المستطاع لأننا ندرك أن معظمها فيك أقفاص من الدكتاتوري الذين تمنى من الشعوب أيضا أن تساعد على صمود أهل الكدس الحاضن الأولى التي تحيت بالمسجد الأقصى المبارك والتي تثبت حقنا في الكدس المبارك أخيرا أقول يجب أن تعلم الشعوب إلى جانب كل هذه العناوين لابد مما لا منه بد لابد من إعداد جيل صلاح الدين الأيوبي جيل صلاح الدين الأيوبي تحدثت عنه الصحفية الإسرائيلية عميرة هاس فيها أرتس في 24 يوليو وقالت أن الكلام كثر عن صلاح الدين الأيوبي وقالت نقلا عن أحد الفلسطينيين لو لا تعاون السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ما كان لإسرائيل ألياد العليا أبدا في الضفة والقدس وأن اليوم الذي تحضر فيه الجيوش من جاكارتا وإسطنبول والقاهرة لتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى هذا ما ذكرته الصحفية الإسرائيلية السؤال هنا لك دكتور حواش الآن هناك عشرات الجماعيات الفلسطينية في الغرب عشرات المتعاطفين من غير الفلسطينيين معها ولم نشهد حراكا يليق أيضا بما يتعرض له المسجد الأقصى هناك ما الذي يمكن أن يفعله الفلسطينيون في الخارج من أجل القدس ومن أجل هذه المعركة الحالية للهيمان الإسرائيلية على الأقصى والمدينة القديمة اسمح لي أن أتكلم عن منظمة التحرير الفلسطينية لأنها هي لسه موجودة بالضبط هذا هو سبب الذي أردت أن أذكرها أين منظمة التحرير الفلسطينية؟ مش موجودة ما تكلمنا عن شيء حي لا لا أصبر معي المنظمة التحرير الفلسطينية تمثل كل الفلسطينيين ولكن من وقت ما وقع القيادة الفلسطينية على اتفاقية أسلو هم مش نص الشعب الفلسطيني في الخارج يعني أولا ليس لنا كفلسطينيين في الخارج أي تمثيل فقامت مجموعة بإنشاء المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج وأنا عضو في الأمانة العامة لهذا المؤتمر شاركت به من إيماني بأن هذه الطاقات الكبيرة ست ملايين فلسطيني في الخارج يجب أن يكون لهم تمثيل أو نحن لسنا فلسطينيين يعني لا يجوز أن يتكلموا عننا كفلسطينيين عندما يريدون بذلك أقول القيادة لأنني ما عادش وقت كتير فخشيلي على المفيد فالنقطة أن هناك أهمية لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني وأرجو أن تنتبه القيادة الفلسطينية في الداخل لأهمية هذا الموضوع وأن يتحدثوا معنا نحن وطنيون نريد تحرير فلسطين ونريد تحرير الأقصى بالنسبة للمؤسسات مثلا مثل حمد الضامن مع فلسطين ومؤسسات أخرى والمقاطعة وغيرها بالضبط المقاطعة هي بالوقت الحاضر أهم تكتيك للضغط على إسرائيل نواجه صعوبات عديدة حتى في الدول التي نحن فيها لأن اللوبي الإسرائيلي في أمريكا في الوقت الحاضر يحاول تمرير قانون يجرم المقاطعة في بريطانيا يحاولون أن يعملون نفس الشيء ولكن أيضا هناك نقطة خطيرة جدا وهي أن الإسرائيل وحلفاء يحاولون أن يعادلوا بين معادات أو الانتقاد إسرائيل وانتقاد الحركة الصهيونية ومعادات السامية فهم يحاولون تجريم أيضا بطر إحنا عايزين أن أوجزلي لأنه معادش غير دقاء من غير الشرح طب تمام ما نفعله نحن بالغرب هو الضغط من خلال حملة المقاطعة وأيضا الضغط على حكوماتنا كل في مكان يعني الآن لو في الدول الغربية كل تجمع عربي إسلامي موجود في دائرة لعضو برلمان سعى إلى الضغط على عضو هذا البرلمان وأصبح هناك من بين 300 و 400 عضو برلمان في كل دولة أوروبية 40 و 50 ناس بتضغط عليهم هذا ممكن وهذا ما تسعى له المؤسسات ونحاول أيضا أن تذهب وفود إلى فلسطين من هؤلاء البرلمانيين وأعضاء المجالس البلدية وهم هممون أيضا حتى يتعرفوا على الوضع بنفسهم بدل ما يسمع الرواية نقطة مهمة الآن وهي نقطة أن القضية قضية صلاة ومسجد الآن يعني لأول مرة تظهر القضية الفلسطينية أمام العالم أنها ليست قضية أسلحة ومقاومة مسلحة وإنما حتى لا يتظهر بشكلها المعقد وإنما الحرب الآن على المسجد الأقصى والسيطرة والهيمنة عليه ولهذا أهمية روايتنا أن يكون لنا إعلام قوي يشرح ما يحصل فما تقوله إسرائيل ما هي المشكلة كل ما فعلنا أن وضعنا بوابات حديدية وهي موجودة في مكة لو كان الوقف هو من قرر وضع هذه البوابات كان لنا كلام شيخ رائد دقيقة ونصف بقيت ما الذي تقوله فيها الذي أقوله وهذا مسك ختام أرى من الضروري أن أقدم تحية من خالص قلبي إلى المرابطين والمرابطات الذين لا ينامون ولا يزلون يصهرون نعم الحراس والحارسات لصيانة كرامتنا كأم مسلم وعالم عربي وشعب فلسطيني في المسجد الأقصى المبارك حق على كل مسلم وعربي أن يكبل رؤوس المرابطين الذين رفعوا رؤوسنا حق علينا أن نكبل الطراب الذي تقف عليه الآن المرابطات لأنهن بصمودهن يحافظنا الآن على طراب الكدس وعلى طراب المسجد الأقصى المبارك أقول للمرابطين والمرابطات أبشروا إن كل حر وكل حرة في الأمة المسلمة والعالم العربي معكم ويهتف بهتافكم ويؤكد من بعيد بالروح بالدم نفديك يا أقصى حتى يأذن الله تعالى بزوال قريب جدا للاحتلال الإسرائيلي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة أشكرك من الناصرة كما أشكر الدكتور البروفيسور كامل الهواش أستاذ الهندسة المدنية في جامعة برمنجهام نائب رئيس المجلس البريطاني الفلسطيني للسياسات عضو اللجنة التنفيذية لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا شكرا جزيلا لكم كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختام أنقلوا لكم تحية فريق البرنامج من لندن والدوحة وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من العاصمة البريطانية لندن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة